إسرائيل مصر على التوغل في رفح رغم الضغوط الدولية فكل المؤشرات تدل على أن العملية العسكرية الإسرائيلية الواسعة في غزة ستستمر بين 6 إلى 8 أسابيع إضافية ضمن الاستعدادات الاجتياح المدينة وفق ما نقلت رويترز عن مصادر كما أشار مسؤول استخباراتي سابق إلى أن احتمالات تراجع رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيمين نتنياهو عن الهجوم على المدينة باتت ضائلة جدا بدوره توعد عضو حكومة الحرب الإسرائيلية بني جانس بهجوم بري على رفح بحلول رمضان إن لم يتم الإفراج عن المحتجزين من قبل حماس فلماذا تتمسك إسرائيل تحديدا بمعركة رفح وماذا ستجني من هذه العملية ميدانيا تقع معركة رفح في صلب مخططات الجيش الإسرائيلي لملاحقة كتائب حماس المتبقية في القطاع فمنذ بدء التوغل البري تمكن الجيش الإسرائيلي من السيطرة على شمال قطاع غزة وفصله عن جنوب القطاع ووسط غزة وبدأ بالفعل في إنشاء طريق أفقي هنا يحمل رقما مؤقتا هو 749 يصل الشرق بالغرب وذلك بهدف فصل شمال القطاع عن جنوبه وفق تقارير إسرائيلية وعبر التوجه جنوبا قطعت القوات الإسرائيلية جزئيا الطريق الواصل بين وسط غزة ومدينة خان يونس بعد حصارها بالنار من كل الجهات وبعدها أيضا قطعت الطريقة الممتد إلى مدينة رفح وذلك عبر طريق أو شارع صلاح الدين لتبقى بطبيعة الحال مرحلة التوغل في رفح آخر نقطة جنوبية القطاع ومن شأن اجتياحها هنا أن يتيح للقوات الإسرائيلية تحكم بحركة المرور من وإلى قطاع غزة رئيس الحكومة الإسرائيلية من يمين نتنياهو يرى اجتياح رفح ضروريا لتحقيق هدف الحرب المتمثل في تدمير حماس ويؤكد ضرورة ملاحقة أربعة كتائب تابعة لحماس متبقية في رفح وهي الكتائب المنضوية تحت لواء رفح لواء الخامس في الهيكل العسكري للحركة وفي المحاصلة تتحدث تقارير إسرائيلية عن أن تحركات الجيش الإسرائيلي الأخيرة تشير إلى بقائه في غزة لفترة طويلة